موسيقى أهلا بكم أنا محمود عبد الكريم على مدى ساعتين نقلب ملفات الحرة الليلة ونبدأ من جبل طارق التي قررت سلطاتها الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية جريس واحد بعد ضمانات من طهران بعدم إفراغ حمولة السفينة في سوريا قرار أثار بما رافقه من تصريحات تساؤلات حول صفقة ما مبرمى بين طهران ولندن شقها الأول الإفراج المشروط عن ناقلة الإيرانية مقابل ما يتوقع أن يعلن عنه خلال الساعة المقبلة إفراج إيران عن ناقلة النفط البريطانية لكن ما هو أبعد من ذلك ما قد يمهد له الإفراج عن ناقلة الإيرانية وهل يحول دون اندلاع حرب ناقلات في الخليج ثم هل يمهد لتسوية بين إيران وبريطانيا وضع قرار سلطات جبل طارق بالإفراج عن ناقلة الإيرانية جريس واحد وضع طهران أمام اختبار جديد بعد انتفاء الأسباب التي دعتها كما تقول بريطانيا للثأر منها واحتجاز ناقلتها ستينا أمبرو التي كانت تبحر في مياه الخليج ويأتي قرار المحكمة في جبل طارق بعد إرجاء الحكم في وقت سابق استنادا لطلب أمريكي بمصادرة الناقلة الإيرانية بناء على أسباب أرفقتها وزارة العدل الأمريكية ورجح السياسيون غربيون أن تفرج إيران عن الناقلة البريطانية بعد الإفراج عن ناقلتها وتعهدها في الوقت ذاته بعدم تصدير نفط إلى سوريا وأدى احتجاز البحرية البريطانية ناقلة النفط الإيرانية التي يشتبه بأنها تنقل نفطا إلى سوريا بأزمة بين لندن وطهران وتنفي إيران الاتهامات وتؤكد أن ناقلتها كانت في المياه الدولية متهمة بريطانيا بالقرصنة وسارعت البحرية الإيرانية شهر الماضي لاحتجاز ناقلة النفط البريطانية ستينا أمبرو بسبب عدم احترام قواعد الملاحة البحرية الدولية كما تقول وأثرت الخلافات الدبلوماسية الناجمة عن احتجاز ناقلات النفط على جهود الدول الأوروبية التي تحاول إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران ومع حدوث انفراج أولي في أزمة ناقلات النفط بين إيران وبريطانيا لكن تداعيات الأزمة ما تزال حاضرة أمام التحركات الدبلوماسية والسياسية المقبلة وخصوصا ما يتعلق منها بسياسة إيران المثيرة لقلق شركائها قبل خصومها والآن من واشنطن السيد حسن هاشميان الخبير في الشؤون الإيرانية ومن واشنطن عبر الإسكايب حسن منيمنة الباحث السياسي أهلا بكم ضيفي الكريمين وأبدأ معك سيد هاشميان يعني إيران تروج لفكرة الإفراج عن ناقلتها في جبل طارق على أنه انتصار لها بشكل ما تفضل طريقة إيران ونعتقد الأيام الغادم الغليلة سنسمع هناك صوات حول موضوع الانتصار وخاصة هؤلاء الذين غاربين إلى علي قاماني والحرص الثوري اللافت اليوم لم يكن شيء في الصحافة الإيرانية حول هذا الانتصار وكما يبدو هناك كان عدم وثوق بالإفراج عن هذه الناغلة ولكن الآن تم الإفراج عن هذه الناغلة ونعتقد أن في الفترة القادمة سنشهد هناك دعاية قوية إعلامية في إيران حول موضوع الانتصار وثم بعد الانتصار أو بعد أباق الانتصار أنا أعتقد أن إيران ستفرج على الناغلة النفطية البريطانية لأن الموضوع الآن ظاهره فيما حدث في جبل طارق ظاهره غانوني هناك محكمة عليا في جبل طارق تابعت كل الأمور إيران أيضا كانت موجودة هناك محامي إيران كانوا موجودين وتم دراسة كل الجوانب لهذه الغضية وأصبحت عملية روتينية عن الإفراج إذا التزمت بعدم الذهاب إلى سوريا هذا كل شيء في الظاهر ولكن في الباطن طبعا بريطانيا لديها دور وبريطانيا لعبت لعبة جدا مهمة وأعتقد خلف الكواليس هناك كانت اتصالات بين إيران وبين بريطانيا أدت إلى هذه الصفقة بهذا الشكل سيد حسن ما عرفناها من تفاصيل الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية جريس واحد أنها التزمت أن الإيرانيين التزموا أن لا يفرغوا حمولة ناقلة من النفط في سوريا وفي هذا نقطة تسجل لصالح الولايات المتحدة وبريطانيا في رأيك بأنها منعت من تصدير النفط الإيراني أنا أعتقد هذا السؤال مواجه لي لا السؤال لسيد حسن من أمنا أقول بأنها نقطة تسجل لدولة القانون والمؤسسات لأن أعلم بأن الزميل قد تحدث عن ظاهر وباطن نكتف الظاهر لأن الظاهر هو حقيقة ما يمكن التعويل عليه نحن هنا أمام شبهة أقفت هذه السفينة لشبهة شبهة أنها تنوي تسليم المدى النفطية للنظام السوري وهذا يتجاوز العقوبات الأوروبية قامت الإجراءات القانونية جرى كل ما يتطلب أن يجرى في هذا الشأن وكانت النتيجة بأن الثاني السفينة وقع على التعاهد بعدم تسليم هذه المدى للنظام السوري وبأن المعطيات لا تتجاوز ذلك تم الإفراج عنها تسجل أقول لدولة القانون والمؤسسات لأن حكومة صغيرة كحكومة جبل طارق رغم طلب الولايات المتحدة القوى العظمى الكبرى في العالم قامت بإخلاء سبيل هذه السفينة والولايات المتحدة طرد بطبيعة الأحوال بهذا القرار لأنه قرار قانوني إذن نحن هنا خلافا للمظاهر التي قد تقدم عليها إيران من تصوير الوضع على أنه انتصار ولي أيادي إلى ما هنالك نحن هنا أمام دولة قانون ومؤسسات وإن كانت صغيرة تستطيع أن تفرض القانون على الجانب دعنا نذكر بقضية ناقلة النفط الإيرانية إبقى يا معي ضيفي الكريمين ناقلة النفط وقضية ناقلة النفط الإيرانية جريس واحد تتفاعل والإفراج عنها بات أمرا واقعا فما هي قصة هذه السفينة التي تحدت العقوبات ولم تنجو من التبعات جريس ناقلة نفط إيرانية تحايلت على هويتها ورفعت أثناء إبحارها باتجاه سوريا على ما بنم التي نفت بدورها جملة وتفصيلا أن تكون السفينة مسجلة لديها هذا اللغة في الهوية استمر لبضع ساعات قبل أن تتضح الصورة أن الشركة المسيرة للسفينة هي من سانكفورا السؤال الأهم الذي رافق هذه الرحلة يتعلق بمسار هذه السفينة من المعتاد أن تنطلق السفن الإيرانية إلى سوريا من الخليج حول شبه الجزيرة العربية وإلى البحر الأحمر ثم إلى قناة السويس البحر الأبيض المتوسط حتى الموانئ السورية بمسافة إجمالية تقدر بثلاثة ألاف وخمسمائة ميل بحري الرحلة تستغلق يوما واحدا ما جريس واحد سالكت أطول طريق ممكن ودارت حول إفريقيا كما نشاهد هنا مرورا بجبل طارق في رحلة تصل إلى 12 ألف ميل بحري حتى السواحل السورية وطبعا الخبراء قالوا إن جريس لم تتمكن من عبور قناة السويس بعد أن تخطى عمق إبحارها العشرين مترا بسبب حمولتها الثقيلة طبيعة الحال أنها لن تتمكن من القيام بما تقوم به الناقلات العادية التي تفرغ شحناتها في أنابيب سعودية تعاوض ضخها بعد الخروج من قناة السويس وهو ما منعته أو منعته الرياض مع الناقلات النفسية من استخدام هذه الخدمة بالتأكيد أعود إلى ضيفي الكريمين الآن السيد حسن هاشميان الخبير في الشؤون الإيرانية ومن واشنطن حسن منيمنة الباحث السياسي سيد حسن يعني بعدما عرفنا عن قصة ناقلة النفط الإيرانية هذا التحايل استخدام علم بنما اتخاذ مسار أطول للوصول إلى سوريا يعني هذا يقودنا أيضا لنضع علامة استفهام حول تهريب إيران لنفطها رغم العقوبات المفروضة عليها بالتأكيد هذا كان اعتراف من قبل حسن روحاني قال لدينا وسائل كثيرة وطرق كثيرة لتهريب النفط ولا نخضى على العقوبات الأمريكية وأيضا محمد جواد ضريف اعترف وزير النفط بيجان زنغان التزم أمام البرلمان الإيراني بأن يقومون بتهريب النفط على الرغم العقوبات الأمريكية وكان يقدم شيء من لياقته كوزير أمام البرلمان وهي أن يستطيع أن يهرب النفط الإيراني هذا التأميه واضح هذه السفينة أما كانت تذهب إلى سوريا وأما كانت تبيع النفط الإيراني المحرب على كل حال وفي الحالتين هو كان خرغا للعقوبات الأوروبية وأيضا خرغا للعقوبات الأمريكية يعني ولكن التبعات التي قد قد تتأثر بها إيران نتيجة محاولاتها لتهريب النفط سواء كان إلى سوريا أو حتى لتهريب نفطها بعض فرض العقوبات هل سينتهي الأمر بهذا الشكل أن يتم الإفراج عن الناقلة الإيرانية والسماح لها بالعودة أدراجها فقط إيران الآن لديها أكثر من مئة واثنعشر مليون برميل مسيل على الأبحار ليس يوجد هناك أي زبائن أو مشتري إلى هذه النفط يعني إيران الآن لم تعاني من أزمة وجود نفطها في المياه المختلفة بل تعاني من موضوع الزبائن هناك لديها مشكلة مع الزبائن هذه الزبائن لم تأتي لإيران ولم تتعاقد مع إيران تحت موضوع العقوبات الأمريكية لذلك عندما هذه الناغلة ترجع من جبل طارق وفيها مليونين برميل نفط مليونين برميل نفط يزيد على مئة واثنعشر مليون برميل مسيل في الأبحار الدولية يعني إيران لم تنجز أي شيء من أجل خرغ العقوبات الأمريكية لم تنجز أي شيء من موضوع بيع نفطها وخدمة شعبها لذلك هذا ترجع إلى المربع الأول وترجع إلى نقطة الصفر سيد حسن ذكرت قبل قليل أن ما جرى هو انتصار لدولة القانون للسلطات في جبل طارق ولكن بالمقابل ما هو مصير ناقلة النفط البريطانية يعني كيف ستتعامل معها إيران بعد الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية هنا تحديدا نفارغ بأننا أمام أسلوبين في التعامل مع الوقائع أسلوب يعتمد والأسلوب الأمريكي والأسلوب الغربي عامة يعتمد على محاولة القيام بهذا العمل تجاه إيران وفق المعايير الدولية حتى عندما ينتنسحب الولايات المتحدة من الاتفاق هذا وفق ما هو من حقها أن تفعل لأن الاتفاق ينص على جواز الانسحاب حتى إذا كان هناك إشارة من مخابرات أمريكية إلى المخابرات البريطانية للإشارة إلى سلطات جبل طارق بإيقاف الناقلة كذلك كله ضمن الإجراءات المتعارف عليها ضمن إجراءات المشروعية العالمية الدولية أما إيران فتعتمد على خلاف ذلك طبعا هم يتحدثون عن قرصنة فيما في واقع الأمر ما أقدموا عليه مع الناقلة البريطانية هو القرصنة بعينه لأنه اعتداء سافر انتقامي ردة فعل على ما جرى لهم بأطر مشروع إذن اليوم عندما نتحدث عن أنه تم الإفراج عن الناقلة الإيرانية هل هذا يعني تلقائيا بأن الناقلة البريطانية سوف يفرج عنها؟ لا يعني ذلك بأن الأمر متروك حكما لرأي السلطات الإيرانية التي لا تعتمد على نظم وعلى مشروعية وإن كانت تدعي ذلك ولكن أرجح بطبيعة الأحوال بأن هناك توافق ضمن بهذا الشأن وبأنه سوف يفرج عنها ولكننا مجددا أمام طرف يدعي الانتصارات ويدعي مواجهة القرصنة فيما هو يقدم على القرصنة في الخليج كما يعلم وهي هذه النقطة سيد بنامنا كيف السبيل للتعامل مع سياسة إيران التي دائما تلعب إلى الأمام بلاي الذراع وسياسة حفة الهاوية تحديدا هذا هو الدافع الأمريكي إلى الانسحاب من الاتفاق النووي لأن الموقف الأمريكي موقف إدارة الحكومة الحالية الأمريكية هي بأن إيران تتلاعب بالمنظومة الدولية تتلاعب بالاتفاقات وبأنه لابد من الخروج من هذا الانصياع لنص الاتفاق إلى إلزام إيران إلزام إيران بالجلوس إلى طاولة المفاوضات بعد أن تتخلى عن منطق الثورة عن منطق التلاعب تحديدا هذه هي الشروط وزير الخارجية الأمريكي وهذه هي الشروط التي وضعها إذن نحن هنا أمام مواجهة مستمرة مع إيران هذه المواجهة هي حرب اقتصادية مفتوحة وفق ما تلتزم به الولايات المتحدة من معايير لسنا هنا أمام منطق القوة منطق القوة أو منطق حقيقة منطق الثورة أي القوة الخفية هو ما تعتمده إيران أما الموقف الأمريكي فهو اجلسوا إلى طاولة المفاوضات ولنتناقش بشأن هذه المسائل ولكن على مبدأ بأن الدولة وليس الثورة هي من يفاول طيب سيد هاشميان عندما نتكلم عن أمن منطقة الخليج لا بد أن نشير كذلك إلى دول الخليج السيد حسن روحاني الرئيس الإيراني قال في آخر تصريحات له إن إيران مع دول الخليج يمكن أن تضمن أمن الملاحة الدولية في مضيق هربوز ذهب إلى أبعد من ذلك إلى رفض وجود القوة البحرية المشتركة التي تعتزم الولايات المتحدة تشكيلها وقال إن المنطقة ليست بحاجة إلى قوة أجنبية هذه الشعارات إيران المعروفة نحن نستطيع أن نؤمن الأم وسلامة الملاحة في هذه المنطقة ونتعاون مع دول الجوار وهذه الأقوال التي نسمعها منذ أربعين عاما ولكن انظروا إلى ما يفعله علي خامني المرشد الإيراني يلتقي بمجموعة ميليشياوية من الحوثي ثم يهاجم الأمارات ويهاجم السعودية في نفس الوقت يعني هناك تصريح من روحاني بأنه يريد يتقرب إلى دول المنطقة أيضا جواز ضريف يتحدث نفس النبرة مع روحاني ولكن في المقابل علي خامني والغيادات الحرص الثوري تعمل أعمالها المزعزعة لإستقرار المنطقة أنا بتقديري يجب أن نعرف إيران من خلال أفعالها ولكن سيدة هاشميان فقط وعذرني على المقاطعة إيران تقول أن هناك تواصل يتم بينها وبين دول الخليجية بخصوص أمن الملاحة في منطقة الخليج يعني جواز ضريف قام بزيارة إلى الدوحة طبعا الدوحة لديها مصالح مشتركة مع إيران والآن لديهم أجندة جديدة في اليمن وتحدث علي خامني مع الحوثيين التي زاروا في طهران تحدث قال يريد حوار يمني يمني هذا يعني يريد حوار بين الحوثيين وبين حزب الإصلاح الأخواني المدعوم من غطر ولذلك هذا ليس معنى أن إيران الآن تشترك لديها قواسم مشتركة لديها مفاوضات واضحة مع السعودية أو مع الأمارات طبعا هي دخلت في بعض النغاط مع الأمارات ولكن هناك هجوم على الأمارات وهناك خلافات أيضا مع الأمارات أنا أعتقد السياسة البراجماتية الإيرانية تأتي على الشكل التالي صحيح أن هناك شعارات نسمع من هنا وهنا ومعارضين إلى الاتلاف التي سيأتي إلى هذه المنطقة ولكن في الأيام الغادمة أنا بتقديري إيران ستفرج عن الناغلة النفطية البريطانية إيران في هذه الظروف ووفقا إلى بنود البراجماتية والسياسة البراجماتية الإيرانية إيران محتاج إلى بريطانيا في الملف النووي محتاج إلى بريطانيا في اليمن ومحتاج إلى بريطانيا في الصف الأوروبي يعني لا تريد تكسر الصف الأوروبي من خلال هذه التحركات والوزارة الخارجية الإيرانية تعمل جيدا على هذه الغضايا اليوم رأينا تقريدة من قبل سيد جواب ظريف حول الإفراج على ناغلتهم النفطية أبدا لم يشير للحكومة البريطانية لم يشير لبوريس جانسون ولا الحكومة السابقة هو فقط هاجم السيد ترامب قال هذه الناغلة توقيفها من قبل سيد ترامب وسيد ترامب لديه سياسات اقتصاد حربية وما شابه ذلك يعني هو يعرف جيدا أن يريد يتعامل مع بريطانيا سيد نامنا الكلمة الأخيرة في هذا الحوار لك دول المعنية باستقرارها بأمنها بالدرجة الأولى هي دول الخليج القريبة من إيران في ذات الإطار إيران تقول أن لديها اتصالات مع بعض هذه الدول بعضها معلن وبعضها تحت الطاولة بخصوص أمن الملاحة في الخليج ضمان أمن الملاحة في الخليج عندما تتحدث إيران عن ضمان أمن الملاحة في الخليج هنا نستعيد العبارة حاميها حراميها أي ضمان أمن الملاحة ممن من الزوارق الحربية الإيرانية إذن نحن بطبيعة الأحوال لا بد لدول الخليج من أن تقدم على التعاطي المنفتح مع إيران لأنها جارة دائما لا يمكن تجاوز ذلك ولكن الثقة معدومة ودول الخليج تعلم من أين يأتي الخطر وعلى هذا الأساس لا يمكن لإيران أن تستقطب هذه الدول يمكنها أن تتحاور معها جميعها بما في ذلك قطر لا يمكن لها أن تطمئن لإيران النتيجة الولايات المتحدة تبقى الراعي الوحيد لأمن الخليج سواء كان ذلك بشكل إفراضي أو بشكل اتلاف أو تحالف تقدم عليه دعنا أيضا نتحدث عن مستقبل أو مصير القوة التي يراد تشكيلها لأمن الملاحة في مضيق هرموس تماما هذه إحدى الاحتمالات الواردة من الجانب الأمريكي مجددا أمريكيا باستطاعة الولايات المتحدة بما لداها من إمكانيات هي أن تقوم بهذا العمل ولكن الموقف الأمريكي الدائم منذ أن تولى دونالد ترامب الرئاسة هو بأنه لا يجوز أن تكون الولايات المتحدة بمفردها هي من يقدم على ذلك ولابد للتالي من إشراق الأمريكي سواء كان هذا الإشراق عسكريا لوجستيا أو ماديا ماليا إذن المسألة تبقى بأنه لابد من أن تتشكل بصورة أو بأخرى هذه القوة لحماية أمن الخليج ولكن المسؤولية أي أن مضمون هذه القوة صلب هذه القوة يبقى بطبيعة الأحوال الولايات المتحدة الأمريكي شكرك جزيلا سيد حسن من أمن الباحث السياسي والشكر موصول لحسن هاشميان الخبير في الشؤون الإيراني اشتركوا في القناة شكرا لك محمود مشاهدين بعض الفاصل تتابعون معنا ما الذي تضمنته المباحثات الأمريكية التركية في أنقرة حول شمال سوريا شكرا شكرا لك شكرا لك